تفاصيلة وكل جوانبه مع الباحثة الاجتماعية مروة ساجدية أهلا بيتشو صباح الخير مروة نورتينا مشتاقل وشحنا هوية حالو طيب مروة بيبيا يا أحب أعرف أن عندك شلون واحد يتغلب على الماضي حتى أنه نتوجه للحاضر يعني هو واحد حتى يعوف الماضي ويتوجه للمستقبل أو إلى الحاضر لازم يصالح ويا نفسه يعني من أهم الأشياء اللي لازم يسويها أول شي يصالح ويا نفسه ويصالح ويا ماضية أنه هذا صار ماضي وهو لو بيه خير كان ما صار ماضي كان من الممكن يكون حاضر أو مستقبل زيانا أنا بالتالي ليش أعيش بهذا الماضي؟ هذا الماضي رح يأثر علي سلبا بالوقت الحالي وبالمستقبل أنا مثل رح أعيش بوهم أنه أنا حاطته هذا الشيء بالي بس هو ما موجود بالتالي أنه سواء كانت العلاقة علاقة صداقة أو علاقة حب المقابيل هو قرر يعيش حياته وقرر يأخذ طريق ثاني بعيدا عني ليش أظل متعلقة بهذا الشخص وعيش ابوهم؟ هذا الشيء من الممكن أنه يأثر بالمستقبل سلبي بشكل سلبي على نفسيتي من كل النواحي نعم صحيح وزين شنو هي العلامات اللي تدل على أنه هذا الشخص متعلق وبعده متأثر بالماضي؟ من الممكن أنه هو يكون ما يبين هذا الشيء يعني طول الوقت وهو من الصبح للليل يكون طبيعي بس أنه من الممكن بالليل ترجع له هاي المشاعر الاكتئاب هي من أهم الأسباب من الأكثر الأسباب اللي تبين أو أنه يحب يروح للأماكن القديمة اللي كان موجود بهذا الشخص أو يقعد ويا ناس اللي أدهى اتصال بهذا الشخص حتى بس يعرف أنه أخبار عن هذا الشيء بس أنه بالتالي هذا الشيء خاطئ يعني ما يصر هو يظلم تعلق بشيء هو راح وصار يعني وهم أنه مو حاضر ولا مستقبل هو وبالتالي إحنا لازم نتقبل فكرة أنه الماضي هو عبارة عن شيء نكتسب مننا الخبرة هو مو دوامة حتى إحنا نعيش بيها بالحاضر وبالمستقبل طيب الماضي خلينا نقول إذا كان سلبي إحنا شلون نقدر نتغلب عليها يعني شنو الطرق أو الأشياء اللي ممكن تساعدنا حتى نتغلب على هذا الشيء اللي إحنا بعده مأثر بينا يعني أول شيء واحد لازم يسوي يقوي عنده الإرادة يعني يكون عنده إرادة قوية يحاول يشغل على هذا الموضوع وخاصة إحنا حاليا بالوقت الحالي عندنا الكتب عندنا البرامج عندنا المواقع نقدر من خلالها نتعلم هذا الشيء وحتى أكو كتاب يعني أنا كلش أحب هذا الكتاب المرونة النفسية يبين لك إنه شلون أنت قدرين تتغلبين على هذا الشيء وإنه شلون الماضي يأثر عليك سلبا يبدي بالدماغ إنه الدماغ شلون يأثر على الجسد والجسد شلون يأثر على النفسية والنفسية تأثر عليك وتبين لش للناس زيناني من أريد أتغلب على هذا الماضي من أهم الأشياء اللي لازم أسويها لازم أقوي إرادتي وطبعا أكيد أنه لازم أتقرب مرة بالعالمين أنه أدعي أنه الله ينسيني هذا الشخص أو يشيله من قلبي أو سواء العلاقة صداقة أو حب مرات علاقة الصداقة أنه تأذي أكثر من علاقات الحب أنه صديقة ويا صديقة أو صديقويا صديقة أنه يكون محتفظ بالماضي مالته ويكون متعايي شوية فبالتالي أنه من أهم الأشياء اللي أسويها أنه يكون عندي إرادة قوية وأكون متوقع كل شيء يعني بأي وقت من الممكن أنه هذا الشخص يروح فلازم أني أكون متقبل هذا الشيء حتى ما يأثر على نفسي طبعا إحنا دائما معرف ليش كبشر نربط الأحداث الإيجابية بالماضي أنه أنا قبل حياتي أفضل وعلى الرغم ممكن تكون حياتها حاليا هي الأفضل وطريقتها بالتفكير هي أفضل بس دائما ننسب الأشياء الإيجابية إلى الماضي أنها كانت أفضل أي لأنه عايشة بوهم بهذا الوهم اللي يخليه متخيل أنه حياته كانت أفضل لكن إذا يرجع للواقع ويرجع للحقيقة هو لو حياته كانت أفضل ما كان صارت ماضي كان صارت حاضر وكان صارت مستقبل هو لو يفكر بها سواء أنه إذا كانت علاقة حب الرجل أو البنت إذا تفكر بها أنه هذا الشخص مثلا شق طريقة وراح ويا إنسانة ثانية أو راحت ويا إنسانة ثانية فأني ليش أظلم تعلق بالماضي إلى أين يعني أنه هاي البنت قررت أنه تكون عائلتها بعيدا عني بس إذا نشوف إحنا مو بس البنات يتعلقون أنه بالعلاقات الحب إذا نشوف الرجال أيضا الشاب من يحب يحب من صدق يتعلق هواي بالماضي لكن هذا الشيء يأثر عليه سلبا يأثر على نفسيته وخاصة الشاب يكون أكثر من البنت إذا تعلق يتعلق أكثر من البنت فهو من يظل عايش بالماضي هذا الشيء ما رح يفيده بشيء هاي البنت عافتها وراحت كونت عائلتها بعيدا عنه زين أنا ليش أظل أحبها وبعدي يعني أنه لحد وين أريد أوصل ليش ما أنظر للناس اللي موجودة حاليا بحياتي يمكن هاي الناس اللي موجودة رح تسعدني أكثر من الناس اللي كانت بحياتي لازم أباوع أشوف أنه هاي الناس تحبني لازم أكتسب هذا الشيء وأكون وياهم ليش أخسر الماضي والحاضر ليش ما أكون ويا ناس اللي موجودة ويايا بالحاضر وأكتسب هذا الشيء وأكون وياهم يمكن أني رح أكون بحالة أحسن من هذا الشيء صحيح بس مرات لما أنا شخص مثل ما قلتي خاصة إذا كان شاب وحج هو ويا ابنية خلينا نقول لفترة وبعدين ما صارت أو هي تركتها بشكل مفاجئ خلينا نقول رح يبقى متأثر بهذا الشيء ويخاف لا يتكرر هذا الشيء وياه يعني يمكن الشيء اللي يخوف أكثر أنه يخاف يحكي مرة ثانية ويا ابنية ويتعلق بيها ويتصير وياه نفس الحالة شمي الأشياء اللي هنا ممكن ساعدة أنت يمينا ذكرتي أنه لازم هو يقدر يتجاوز هل ممكن الأشخاص اللي حواليه والمحيطين بيه يساعدوه حتى أنه يتخلص من هاي الحالة؟ مرات تكون هما الأشخاص اللي حواليه هما دي أثرون عليه فبالتالي هو إذا ينظر إليها بشكل إيجابي ويشوف أنه فعلاً هذول الأشخاص دي أثر عليه ليش ما يعوف هذا المحيط ويتجه المحيط ثاني مثلاً أنا بدل ما أقعد ويا أصدقائي أنه يخلوني أذكر هاي البنت أو يخلوني من خلالي لقعدة لا إرادياً أنه أتجه الشيء ثاني ألا هي نفسي بشيء ثاني لحد ما أنه أنا لا إرادياً أنه أعوف هذا الموضوع أحاول قدر الإمكان لأن خلص أنت عايش بهم أنت لازم تتقبل الواقع هذا الشخص عافك ما يصر أنت تظل أنه متعلق بشيء هو ما موجود ما يصر أنت تخسر الماضي والحاضر صحيح يعني فبالتالي أنه من الأفضل إلى أنه يغير محيطة أو يحاول يسافر بعيد عن محيطة أو حتى أهله مرات الأهل همين يأثرون داخل البيت أنه يذكروا أنت تشنلت بكذا علاقة أو أنت ما رح تقدر تتجاوز أو شيء لا هو لازم يغير محيطة يبتعد شوي لأنه بالنهاية هذا الشخص يعني لو كان من نصيبك كان صحب وشاله مهمة كلش مروة أنت ذكرتها أنه الأهل يذكرون مرات حتى الناس القريبين من عندنا بسؤالهم الإيجابي اللي هو من باب الأطمئنان أنه أنت شنونك قدرت تتجاوز هاي الفطوة أنت شنونك قدرت تنسى فلان أو فلانة فهذه طريقة التذكير بالأشخاص هاي إحنا لازم نحاول نغير منعدها أسلوبنا بالأطمئنان هو غلط أي يعني أنه مثلا إحنا قاعدين قاعدة عادية أنت قدرت تتجاوز هذا الشيء لكن هذا الشيء مخطئ أنت قررت أنه تعوف هذا الشيء لازم أهمنا أنه خبر جماعتك الأصدقاء تتجاهي بهذا الموضوع أنه إش قد ما تكون الذكرون إذا تريدون تطمئنون عليه لكن هذا الشيء يأثر عليه سلبا أو أنه في حال أصدقاء أكرروا هذا الشيء أعوف هذا المحيط أتجاه المحيط الثاني بس إذا أنت بنفسك أنت تحب هذا الشيء فبالتالي لا أنت رح تتأذى نفسي ورح تخسر يعني رح تخسر أكو ناس هوايدة ينتظروك مثل ما قبل أنه اتجرأت ودخلت علاقة لازم تتجرأ وتدخل مرة واثنين وثلاثة لحد ما أنت فعلا أنه تشوف الشخص الصحيح يعني هي بالتجارب تجي أنه أوكي أنا ما أضل متعدد العلاقات لكن أنت لحد ما تجي للشخص اللي يكون صدق من نصيبك أنه صدق ما يعيشك بوهم يخليك سعيد هي العلاقة شنو العلاقة هي مو بس حزن وقهر ومعرف شنو العلاقة هي حتى تساعدك حتى تريحك وم حتى تعيشك بدوامة يعني وإن الماضي أو بقهر أو بحزن صحيح طيب مروا ممكن أن الدكتور النفسي يكون إلى دور كل شيء شبير أنه يساعد الشخص اللي عنده مثل هاي الحالة يعني يساعده مثلا أنه يقدر يحتيو إياه يقول للأشياء اللي بقلبه ويكون هو مرتاح ويعرف مثلا هذا ما راح يأخذ عليه ويقدر يساعده أكيد الدكاترا النفسيين والمراكز المختصة بهذا الشي هم بالدرجة الأولى يأثروا لكن بالنهاية أنه الشخص أول شي لازم نسوي يقعد ويا نفسه يواجه نفسه يتصالح ويا نفسه وبعدين يلجأ لهذا شيء ممكن أنا أروح للدكتور هيش تقضيات وقت أنه أحاول أوكي أنسى أقعد أحتي ويا ومعرف شنو بس أنا من أقعد ويا نفسي وأقرر يعني هو شنو أنت من تقرر أنه هذا شخص تعوفه أو تعوف ماضيك أو أي شيء ثاني أنت راح تقدر يعني ماكو أحد ما يقدر إذا قرر ممكن يحلم ممكن يتألم ممكن يتأذى فترة لكن بالنهاية راح يتخطر بالنهاية إحنا حياتنا مواقفة على شيء هي الحياة عبارة عن درس يا أمو ننجح بها يا أمو نرسب فإحنا لازم نحاول قدر الأمكان يمكن ننجح بالنهاية أو يعني ليش ممكن ممكن من الأكيد همينه ويمكن نرسب هذا باختيارنا باختيار الأشخاص المقابل دائما لازم نتجنب بالناس السلبين قدر الأمكان سواء الأصدقاء أو حتى أي علاقة ثانية نتجاوزهم أو حتى أن الشاب مثلا يكون بعلاقة تحب المقابلة أن تكون هي سلبية أو المقابلة هيكون سلبية لازم أتجاوزه لأن هذا الشخص راح يعيشني بدواما أنه أنا كل يوم مشكلة كل يوم شيء ثاني فرح يأذيني نفسيا وجسديا ممكن يأثر على عملي أيضا لأنه أنا دا أطلع للمحيط هذا دا أشغل ممكن يخليني أتعصب على ناس هما أصلا ما لهم ذلك أو أدخل موضوع بموضوع ثاني صحيح فهذا الشيء الترسل مروحة أكو يعني فتشي مهم اللي هي الصداقة من أهم وأسمى العلاقات اللي احنا ممكن نمر بها والتجارب طيب اليوم الصداقة وطريقة نسيانها وتجاوز الأصدقاء القديمين هل هذا الشيء حل أنه أنا أعتبرهم من الماضي ممكن عند أصدقاء قديمين أنا يعني يعني انتهت فترته وياهم ولتهوا بحياتهم هذا هم يعتبر من الماضي يعني مهمة والصداقة جد مهمة بس احنا لازم نقدر نتجاوزها بطريقة معينة بس اليوم احنا عدنا استطلاحة نشوفه احنا وياس سوية عن الصداقة وشنو الأهم أو الأكثر ديموم وصداقة الرجال أمن نساء خلونا نتابع أيهم برأيك يدوم أكثر صداقة النساء أم صداقة الرجال والله هذا الشيء يعني ما مطيوس على هذا بس أعتقد الرجال إنما الرجال مواقف بيناتهم ومواقف هي السبب يعني الكثاب يعني للأصدقاء بيناتهم وأعتقد يعني الرجال والله هي ماكو فرق من حيث الجنس أو الجندر ممكن مثلا علاقة رجل ورجل تستمر ممكن علاقة رجل ورجل آخر ما تستمر بوقت طويل يعني هي ماكو فرق أبدا نظر علاقة الرجال أكثر الدوم يعني صداقة الرجال نحن بالعامية الرجال حر يعني يقدر يطلع يتحرك موثل المرأة فسكون علاقتهم مستمرة وثاني شيء المرحلة الانتقالية مثلا من مرحلة العزوبية للزواج أكيد رح يضل ورح يضلون على تواصل موثل ما رح تقبل تلقى تنقطع أخبارها بسبب مشاغل البيت فأكثر شيء أنا أقول للرجال أكثر شيء والله صراحة لنشكر الرجال أكثر من ناحية المواقف أكيد وأحس الرجال متفرد أكثر من مرأة يعني صحي يجي من شغلة يكون عنده وقت فرق طويل موثل مرأة عندها وقت فرق وما تقدر تتواصل إلى الناس وهو أيه فأكوناس يعني شون ما تقدر هذا الشيء تحس أنه هي زوجته ودخلت العشرة الزوجية وتفصت أنه تواصل هذا أحس الرجال دائما تواصلهم يدوم هسان عندي يعني صديق رجي من أيام الطفولة حد هسه ما تواصلني إنما أنا أحس ما أحد يتفهم ظروفي يعني أنا صار عند أطفال أو مشاغل بيت أكون أصلا تفهم هذا الشيء صراحة يعني هي ماكو أي فرق بين آتم بين الرجل بين المرأة وكما مثلا الظروف هي اللي تأثر مثلا ممكن رجل يسافر امرأة الزوج رجل يزوج ممكن مثلا من قطعاً أصدقاء بس يم حسب وفوع الشخص الأصدقاء ممكن فرق إذا كان رجل أو مرأة طبعاً مرواني همين أحب أسألك نفس السؤال أنه أنت برأيك منه لدوم صداقته أكثر الرجال أم النساء يعني يعني من وجهة نظري صداقة الرجال تدوم أكثر أوكي من الممكن أن تكون أيضاً أكو حزازيات بين الرجل ورجل لكن مو مثل البنت تكون أقل أي تكون أقل يعني البنات بيناتهم دائماً يكونون على خلاف لوجه قد ما يكونون متصافين أنه أكو يصير من الممكن حزازية بيناتهم فأني أشوف من وجهة نظري الرجال ورجال أفضل علاقاتهم صحيح خصوصاً المرأة هي حساسة أكثر يعني ما تتجاوز المواقف نشوف نحن حتى على السوشال ميديا يعني الشيء اللي يثبتلنا أنه صداقة يعني الشباب أو الرجال مع بعضهم هي أقوى وتدوم أكثر يعني تشوفون الرجال حتى بشقة مالتهم وتضحك بالونسة هم يلحون على بعض وشقة مالتهم ويزعل ويزعلون إحنا حشايا وإحنا صديقة تزعل تأثر فممكن أن تحشو بشيء قد تأثر عليها ويا بعض بس البنة من الممكن أكو بنات بأقرب مشكلة تقول لها مثلا أنت كذا وكذا وكذا هذا الشيء خاضر نوالا تذكرها بالشغلات القديمة والقاتل هياهم كلها وإسرارها تطلع حل العالم طيب حسنا نشوف أنه همينا همينا بنات قاموا أنه ميريدون يكون عندهم صديقة بني ولكن يكون شاب يفضلون الشاب أكثر أنت برأيش هل هذه الصداقة هي صداقة الدوم في فترة طويلة صراحة يكون هناك علاقات صداقة بين الرجل والمرأة تنجح أكثر من علاقة البنت ويا البنت لأنه بالتالي هذا الرجال لا يغار من هذه البنت هي صديقته وأنه لا يمكن يسولفون أو علاقتهم تكون إلى أبعث حد أن تكون حلوة ويمكن أن يعرف أهلها وتعرف أهله فعلاقتهم تكون جدا جدا جميلة فبالتالي هذا الشيء سيؤثر بشكل إيجابي أنها ستلجأ إلى لأنه لا يغار من عدها ولا في يوم من الأيام ستتحسس من عدها ممكن هي تتشاق ويا براحتها أو تحجو ويا براحتها لكن البنت هي البنت لا هذا الشيء نحن متوقعين كنا أنه تصير حزازية خاصة هذا الشيء من يعتمد على البيئة التي هي متربية بيها أن الإنسان هو البيئ تدعي يعكسها برا فهي شوف شون متربية بالبيت إذا هي أدى حزازية ويا أخواتها بالبيت أو حتى ويا والدتها كوية بنات أن يعجوهم مشاكل ويا أمهاتهم فبالتالي هي رح تأكس هذا الشيء خارج البيت رح يكون عدها حزازية ويا صديقاتها يعني هي بالبيت أدى حزازية ما رح يكون خارج البيت صحيح كلامك بس اليوم احنا كثرة الصداقات وكثرة الأصدقاء والدائرة التي تحيطنا هل هي هذه الدائرة والأصدقاء الكل شهواية بحياتنا هما يعني دليل على أنه إحنا رح نمر بمرحلة تعزلة على أنه إحنا هذه الأصدقاء ما رح يبقون أو أنه أنا لازم أحدد مستويات الصداقة بينه وبين الأشخاص أنه هذا بالدرجة الأولى هذا بالدرجة الأخيرة هذا قريب هذا سطحي شون أنا أقدر يعني مثل ما يقول أصفي أصدقائي من الممكن أنه أنت مثلا أني يكون عندك جماعة شبيرة أنت تقعدينوا لكن أنت مدت ندمج إياهم وطبعا عن نفسي أني عندي جماعة شبيرة لكن أنا ما أندمجوا إياهم أنا أندمجوا بنت واحدة مثلا موجودة داخل هاي الجماعة أو بنتين أو ثلاثة بس أنا يعني بشكل عام ما بقدر أندمجوا إياهم كلهم من أنه ممكن عندي هذه البنت بالدرجة الأولى أو هذه البنت بالدرجة الثانية لكن أنه ما أندمجوا إياهم كلهم لا فبالتالي أني لازم متقللين من هذه الجماعة. أنت المحيطة إذا لم تمرتحة يطلع من عنده لا تبقين بي لأنه هذا يأثر عليك أنه ممكن هذا الشخص يذبلت حجي أو هذا الشخص يأذيك أو هذا شخص تتحسسين منه فممكن أنه من الأحسن همين تبتعدين عنهم. تخلي لك من الممكن صديقة وحدة تغنيت عن هذه الجماعة كلها. نعم. طيب مروا أنت قلتي أنه صداقة الرجل والمرأة تكون أفضل وهي تكون مرتاحة ويا أكثر. أنت شخصياً عندك صديق شاب؟ والله لا. صراحة يعني أنه أنا ما عندي لا صديقة مقربة ولا صديق مقرب. أنا دائماً أفضل أنه أكون صديقة نفسي يعني أكون متصالحة ويا نفسي من الممكن أن أطلع ويا ناس وأقعد وهاي. لكن أنا بالنهاية أنه هاي الجماعة القاعدة وياها وهي ناس. هؤلاء الناس كل شيء ما يعرفون عني. مجرد أنا قاعدة وياهم وصديقتهم. ما يعرفون عني أنا بشنو دا أفكر أو شنو دا أسوي يعني دائماً أحب قدر الإمكان أنه أكون بعيدة ومن أكون قريبة ما أحتي عن خصوصيتي. صحيح. لأنه أنا بالتالي إحنا ما نعرف إحنا اليوم أصدقاء يمكن باتر يتحول هذا الشيء. صحيح. فمن ممكن إيه؟ يعني أنه أكون قريبة من أتهم بالقاعدات لكن أنا بالتفكير بعيدة عنهم كل البعض. شوفي أنا هاي نقطة اتفقوا يا شبيها. يعني أنا مو مع الصداقة بين الرجل والمرأة 100% لأنه ذكرت بيعني برنامجنا أنه الصداقة بين الرجل والمرأة 90% من عدها يتحول إلى حب حب وارتباط ممكن من اتجاه الرجل. مو من المرأة المرأة دائماً يشوف الصديق صديق. بس الرجل يشوف أي مرأة بحياته هي حبيبة مو صديقة. فهذه أحد النقاط اللي احنا ممكن نقدر نأخذها بعين الاعتبار. اللي هي الصداقة موجودة. الوفاء موجود من قبل الرجل. لكن هو وفي مولي أنه صديق. صح وإحنا يعني كمجتمع مجتمع مختلف عن باقي المجتمعات. أنه يشوفون أكو بعض العوائل أنه يشوفون هذا الشيء ما يصير. أو أنه صداقة بين الرجل والمرأة. فإنه إحنا ما نأكد مية بالمية. لكن إحنا ننظر مع البنت. طيب بما أنه لا البنت ويا البنت برأيش أنه أوكي. ولا قلنا أنه شباب همينا بما أنه إحنا مجتمعنا ما يسمح. فهل تشوفين أنه هي لازم تكون صديقة نفسها مثل ما أنت قلتي أو أنه ممكن تحتي لأمها هاي الأسرار اللي عندها. هو أقرب يعني صديق للبنت هي الأم. حتى الولد الشاب أنه أقرب صديق إليه هي الأم. يعني الأم دائماً إلها مكانة خاصة وإلها فتشي يعني أنه يأثر على المقابل. فإنه إحنا إذا ننظر. ولو هي الأم هم تقولون خالة. بس لا يعني أنه الأم هي أقرب شيء. يعني وأفضل صديقة. إش قد ما تحاولين تقولين هاي مثلاً على بنت هاي صديقتي هاي صديقتي. لكن تبقى أمتش يعني هي سانتتش. من توقعين مشكلة أول شخص تلجئين أمتش إلها. وانتي تلجئين الأمش مرون؟ أكيد. أكيد. أنا أول شخص ألجأ لها يعني أمي. قبل كم يوم صارت مشكلة أول الشخص اللي جئت لأمي. خلتت عرفت بيها بعدين أو لا؟ أول الله بعدني ما عرفت بس أكيد عرفت يعني سهلة علي. هي الأم يعني هي صح تسمع عنها بس دائما لو توصل الخالطة وتوصل الخواسنة. بس أنه بالتالي هي الأم أفضل شيء أفضل مكان يعني الأم أو الأخت إذا كانت علاقتك قوية بيها. يعني أنا عندي أخت شبيرة صراحة أنا عني معتبرتها هي صديقتي. أنه أحشيلها كل شيء وياها وياها وإذا ما عندي أخت أرجع الأمي. أفضل شيء هم أفضل أصدقاء هم العائلتك. طبعا أنت محظوظة بما أنه أنت قلتي عندك أم وعندك أخت يسمعون لك. يعني دائما تسمعون لك. بعض البنات حتى أمهم وخواتهم بالبيت يغارون من عدهم صح. ويعني تسمع لها بس بعدين أي شيء صاروا إياها مثلا تعايرها بالشيء اللي سويتها مثلا خل نقول ها أنت سويت هيتش أنت كذا كذا تطلع لها الأشياء اللي هي كانت من خليتهم سر وإذا تحكيهم هي مقهورة أو ضايجة من هذه المشكلة. يعني بهاي الحالة الواحد شي يسوي. صح إحنا مرات يعني أنه الخوات بيناتهم أنه إذا صارت مشكلة تصير أنه ها أنت كذا أنت كذا أو الأم إذا صارت عصبية فإنه إحنا لازم أن نشوف هذا. بعي هو شقد ما تكون الأم والأخت موزيانات أو مثلا يعيرون أو أنه يكون يعني أنه موزيانين ويايا لكن بالتالي هم مهمين يبقون الأفضل. يعني أقدر آني بأسلوبي وبطبيعتي وبقناعاتي أقدر أقنعهم ويصيرون صديقاتي. فبالتالي أنه أوكي إحنا ممكن أنه مثلا البنتي تكون أمهم متوفية أو ما عدا أخذ. لازم تتصالح ويا نفسها. لأن أفضل صديق للشخص هو نفسه. أنه من أتصالح ويا نفسي أو أقعد ويا نفسي راح أقدر أتقبلها. من أروح ألجأ الشخص ثاني وأقول لها يا بأ آني هيتش وهيتش وهيتش. بالتالي هذا الشخص بيوم من الأيام راح يجي يقول لك أنت قلت لي هيتش. ليس قد ما تكون علاقتك قوية بي. وطبعا أنا مريت بهذا الشي. يعني شي من الواقع أنه صديقتي ليس قد مقربة علي أنه جاتي تقول لي أنتي كذا وكذا وكذا. لكن هذا الشي خاطر. بس هذا الشي تعرفين من يجي لما هي مثلا عدها غير التجاهج وهي ماذا تحتي بهذا الموضوع بس لما صارت لها الفرصة فتشوفيها ذبة كل الحاجة اللي هو بقلبها أصلا من زمان وانتي شايفتها أنه هي صديقة ويمكن عدتها مثل يعني هي بأقرب فرصة أنه تيجي مثلا تقول لي شي شي فأنتي من تشوفين صديقة تشوف المقربة تسوي بالتالي راح تبتعدين أنه راح تحاولين أنه تتقبلين الفكرة وأنه أوكي أنا راح أبتعد هنا هاي البندة وراح أتقبل هذا الشي وما راح أتقرب من عدها من الممكن أنه أنا يعني ما أسوي عركوها أو أسوي عداوة لا. أبقي علاقتي بها السطحية على قد السلام على قد الشي يعني اللي أريده وأنه أبتعد. طبعا مرة أكفتشالة ذكرتيني بها يعني كل شي مهمة ممكن إحنا ننهي علاقاتنا ونكره أشخاص هما ما سووننا أي شي وأصدقاء بالماضي لمجرد إحنا حسين أنه هذا الشخص هو مو هذا المناسب إلي أو مو هاي الصديقة أنا عندي صديقة يمكن قبل سنوات جتة حسها أنه هي هاي الأفضل وهي الأصح وهي الأنسب إلي إش قد قلولي لا إش قد قلولي مت ناسبتش مت شبهتش اللبنية ما إذتني بس بلحظة حاسية أنه أكو شي أنا لازم أتجاوز الماضي ولازم أترك هذه الإنسانة وأجرب حياتي بدونها وبالفعل أنا اكتشفت أنه أنا منتركتها حياة تغيرات شغلة تطور فأكو أشخاص هما ما يأذونه ما بضروري يأذونه بس هما يقيدونه فهذا التقييد ويعني التعلق اللي يصير بي أو أنه شلون أنه يحبون أدهم حب التملك أنه يسيطرون علينا بقدر الأمكان فبالتالي أنت من راح تعوفني من راح تحسين بمعنى الحياة الحقيقي أنه أنت مثلا تنتوي عندت صديقة وهاي الصديقة مثلا تكون سلبية فأنت من تكونين متعايشة وياها الصديقة أنت حياتك راح تصير سلبية لأنه أنت عايشة وياها من تقعدين إياها بس أنه تكون قهر وحزن ويأس بس من التجاورين الأصدقاء الإيجابيين لا حياتك راح تضغير ويغل يجاور سعيتها بالضبط أنه تباعين عليهم وبنظرة إيجابية وباعين أنه خلص حياتك راح تصير إيجابية وحتى راح ترتاحين وياهم أكثر إن شاء الله حياتنا وحياة مشاهدين كلها تكون إيجابية وغنية بالأصدقاء والناس القاربين الأوفياء لهم نشكر السبتة شكرا إليش مروا نورتينك شكرا